موسيقى بسم الأب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نعمة وبركة لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت إحنا ختمنا بعبارة ومحتاجين نوضحها وهي إن رغم صعوبة الإحباطات وعبارة سعيته باطلا لكن قلت لكم إنها علامة قرب من ربنا جدا قبل ما أقول لكم إزاي هي علامة قرب أنا عايز أسألكم سؤال مين أكتر حد ممكن تتخيل إنه يتعرض لإحباطات ولسه بتجيله الإحباطات دي ويمكن كل يوم وكل ساعة فتكر كده مين؟ أيوا هو فعلا ربنا والإحباطات دي بتجيله مننا إحنا إحنا اللي بنجيب له الإحباطات عارفين ليه؟ عشان إحنا غلطاتنا كتير جدا هو بيحبنا قوي بس نسبة اللي بيقدروا المحبة دي قد إيه؟ 1%؟ 2%؟ أنا مقدرش أحدد بس هو ربنا برضو بنفس الحكاية طول أناته ومحبته بيداوي هذه الإحباطات اللي إحنا بنعملها له وبرضو كل يوم يبعث الخير يبعث الشمس يبعث المطر يبعث الخير على الأرض كلها وكل ده وهو إحنا يعني أنا عايز أقول تعبير كده بنشبع ربنا إحباطات يسامح ملايين المرات ويفود غلطات كتيرة للناس طيب يا بونا فهم لي إيه الفايدة؟ إذا نعرف المعلومة دي ببساطة هقول لك نقطة مهمة ربنا بيدوقنا ويدوق ولاده الأمناء من نفس الكاس يعني إيه؟ يعني ربنا في حاجة اسمها كاس الإحباطات أو اسمها شركة الألام على رأي معلمنا بولوس الرسول يقول أعرفه وشركة ألامه يعني ببساطة كده لو الحياة سهلة جدا ما فيهاش أي نوع من أنواع الإحباطات ما تبقاش تبع المسيح يا حبيبي خلي بالك ما ينفعش دايما الناس تقول عليك حلو وكل حاجة تمام وزي الفل مقدارينك وفرحانين بيك وخدمتك تمام وكل حاجة تمام إذا كان رب المجد يسوع نفسه ما كانش كده رب يسوع المسيح اتهان في خدمته يعني كان حيترجم في خدمته استهزأ بيه ناس كتيرة جدا في الخدمة بتاعته لدرجة أنهم وصل أنهم يصلبوه ويقولوا دمه علينا وعلى أولادنا إحباطات أنا كده بشارك المسيح الإدسين كمان عارفين الحكاية دي والإدسين بيشاركوا السيد المسيح في الحكاية دي أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه طب أحكلكم أمثلة في العهد القديم عارفين مثلا واحد زي إبراهيم إبراهيم رب لوت ابن أخوه أخوه اللي مات بدري وكان بالنسبة له لوت زي ابنه بالضبط ولوت اتغنى مع إبراهيم لوت خد كل حاجة من إبراهيم وبقى يعني حاجة كبيرة قوي بس جيه لوت في مرة قال له أنا مش عايز عايش معاك إبراهيم جاله إحباط شديد بقى أنا يعني كل التعب ده وعايز تبعد عني قال له طب يا ابني عايز تروح شمال أروح أنا يمين عايز تروح شرق أروح أنا غرب وكان مجروح بس استحمل يسمع عن لوت إنه مثلا دخل في حرب بتاعة سادو معمورة يجري عليه ويروح يدور عليه وينقذه رغم الإحباطات دي وفي مرة تانية يسمع إن ربنا حيبيد سادوم دي كلها فيقول له لا يا رب أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا ويبتدي يتحايل على ربنا ويفاصل عشان خاطر مين أيوة عشان خاطر لوت ده اللي جاله منه إحباطات كتيرة جدا وهكذا عارفين إسحاء اللي بعد لوت اللي بعد إبراهيم الطيبة بقى والأخلاق دي كلها والمحبة دي كلها يطلع له شوكة كده عيسو يبقى بالنسبة له زي مرارة شديدة جدا ويروح يعبد الأوسان ويجي عقوب ابنه كمان يضحك عليه بمشاركة والدته وانتو عارفين القصة مش ده برضو إحباط وهكذا أغلب أغلب لجال ربنا موسى لما خرج الشعب بني إسرائيل ما جاله إحباط منهم بعد ما كانوا تمام ومشين كل شوية يبقوا زهقانين طلع شوية عشان يجيب كلام ربنا ينزل يلاقيهم عاملين عجل دهب ويقولوا هذه آلهة كإسرائيل مش ده إحباط برضو ومش ده تعب نفسي شديد جدا لموسى هو إيه اللي حصل ده كله ده كله بسبب إيه بسبب إنه دي مشاعر ممكن كلنا يجالها بس خلي بالكم إحنا ساعات يجينا الأمر ده أنا مرة واحد جال يقال لي أنا يا بونا استلمت شغل وأول ما استلمت الشغل قررت إن أنا أسمع عزات كتيرة جدا عن الأمانة والشهادة للمسيح والالتزام ودخلت الشغل بقى بجدية شديدة جدا وعملت اللي علي جدا جدا واشتغلت حلو جدا شوية ولبست تهمة تهمة شديدة جدا وبدل ما كنت متوقع يا بونا إنه أخد بقى بركة كبيرة ونعمة كبيرة بسبب إنه كنت ملتزم وأمين ضاع عارفينه قلت له إيه بتقوله حبيبي التهمة اللي انت بتقول عليها وزعلان منها دي هي النعمة والبركة اللي انت مفروض كنت تاخدها وربنا سمحلك به انت اشتركت مع المسيح في الظلم إذا كان المسيح تظلم له كل المجن إذا كان انت تشترك معاه أهدي شاركة ألام كأنك شلت الصليب مع مين المسيح السؤال بقى وده اللي مهم هو أنا لو جالي الفكر بتاع سعيته باطلا أعمل إيه إحنا عرفنا إن الفكر ده بيقربنا جدا من ربنا يعني إحنا لما يجلنا الفكر ده نبقى قريبين من ربنا حلوة قوي بس أنا مش قادر استحمل إيه اللي مفروض أعمله إيه اللي مفروض أقوله لنفسي بنعمة ربنا المرة اللي جاية أقولكم مفروض أعمل إيه ربنا يفرح قلوبكم يومكم كله نعمة وبركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر